احد العناصر اللي هيطلب حساب الالكتريك فيلد لها في شابتر 15 هي اليونيفورملي تشارجد رينجز يونيفورملي تشارجد يعني الشحنة موزعة بانتظام لو عندنا شحنة قيمتها كيو سواء بوزيتف او نيجاتيب لو افترضنا انها بوزيتف هتكون موزعة بانتظام على الاطار الخارجي للرينج هيطلب حساب الالكتريك فيلد through the axis of the ring فقط through the axis سواء نقاط جهة اليمين او جهة اليسار من مركز الرينج وعلى بعد زي ما احنا شايفين زد خطوط الالكتريك فيلد هتخرج من الشحنة المجابة وهتدخل على الشحنة السلبة في حالتنا هنا شحنة بوزيتف اللي ده هيخطوط الالكتريك فيلد خرجة من الرينج through the axis زي ما احنا شايفين خطوط الالكتريك فيلد في حالتنا هتكون جهة اليمين لو الجهة الاخرى هتكون جهة اليسار لو الشحنة سلبة خطوط الالكتريك فيلد هتدخل على الرينج فجهة اليمين هتدخل عليها يعني هتروح يسار ومن جهة اليسار هتروح عليها هتروح يمين يبقى خطوط الالكتريك فيلد بتخرج من الشحنة المجابة هتخرج من الرينج لو كانت شحنتها مجابة وهتدخل على الرينج طبعا بنتكلم على through its axis مش هنحسب في نقاط اخرى لو كانت شحنة سلبة هتدخل عليها قيمة الالكتريك فيلد اما الاتجاه هقولنا حسب نوعية الشحنة هي بوزيتف او نيجاتف هتساوي k column constant في الكيو قيمة الشحنة سواء بوزيتف او نيجاتف هناخد الabsolute value في الزد بعد النقطة عن مركز الرينج نقسم على r square الر هو نصف قطر الرينج سواء ده او ده او ده كلهم انصف اقطر plus z square وانا بعد النقطة عن مركز الرينج ومرفوع الباور 3 over 2 طبعا وحدة الالكتريك فيلد زي ما اخدنا قبل كده نيوتن بير كولوم طيب هنأكد على معلومة اني electric field lines are outwards او outwards of the ring او of the positive rings يبقى لو عندنا الرينج مجابة هتكون اخد خارجة منها electric field او بنقول على طول inwards inwards to the negative rings طيب وعند السنتر نقطة المركز نفسها مركز الرينج عندها زد بزيرو هنا زد equals zero فلو عوضنا يبقى مركز الرينج ما عندهاش electric field نخط electric field actually بتتقاطع داخل الرينج بحيث تcancel بعضها فنقول electric field inside the ring is zero اي نقطة داخل الرينج بزيرو اي نقطة سواء المركز او خلاف المركز سؤال conceptual بتكرر كتير بقول at the center of a charged ring the electric field is zero ممكن السؤال يكون اعامة من كده at any point inside a charged ring electric field is zero طبعا الكلام ده صحيح اي نقطة any point inside inside a charged ring has zero electric field سواء بقى مركز او غير مركز جميع النقاط داخل لتشارج الدرينج هتكون بزيرو كمان هنشوف بعد شوية اني مثلا لو عندنا spherical shell ومشحون جميع النقاط داخل الـ spherical shell هتبقى بزيرو يبقى لو سألني سواء center او اي نقطة داخل لتشارج الدرينج سواء المشهور electric field بزيرو سواء عند المركز او خلاف المركز اللي هيفرق في الاسئلة ان الشحنة اللي على الرينج هتكون مثلا بدل positive negative بدل ما الرينج هتكون fixed horizontally هتكون fixed vertically فازاي تكون اتجاهات الـ electric field تعالوا نشوف الكلام ده من خلال اسئلة multiple choice في الفيديو القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة